بسم الله الرحمن الرحيم بور الفن او الافلام والمسلسلات المعروضة والناس كلها بتشوفها هل هي فعلا تستدعي المشاهدة ان هي بتحمل فكرة هادف وعبرة وعزة الهدف من القصة ان الفيلم قصة والمسلسل بيبقى قصة حدوطة يعني الهدف من القصص حتى القصص اللي وردت في القرآن كان الهدف منها العزة والعبرة دروس مستفادة الحقيقة بمتابعة كده الحابة الزمنية اللي احنا عايشين فيها نجد ان كل الافلام والمسلسلات لا تحمل اي فكر ده مؤلف كتب قصة كده وقعية ولا فيها هدف ولا لها معنى ولا لها طعم ولا لون ولا ريح يعني حتى مهرجان الجونة يعني مهرجان سينمائي ولكن يفتقد الى الخجر والفن لان بالفعل ما فيش فن لان الفن الزمان كان بيديك الفيلم قصة الى حد ما وقعية وفي الاخر اديك درس مستفاد جعلوني مجرما الشر اللي ينتصر بس حتى برضو لو الشخص الخير البطل اللي كان فاديت شاوق يرتكب جريمة لا يبقى فيه عقاب البريق بتاع احمد زكي قصة الريف السازج اللي بيخش يتجند ويعملوا له غسيل مخ الحقبة الزمانية اللي كانت في الفترة ديت فيلمي بيعبر عن واقع فيه هدف انما لعسى في الافلام في الوقت الحالي ما لهاش هدف ولد الغلابة مدرس قتل كل الناس مدرس فيش ايه الهدف من القصة دي الفيلم المسلسل التاني اللي عملوه بتاع في الصعيد ده واحد عمال القتل ده ايه ده بشكل غرعة يا ليه لا ده الصعيد حتى دلوقتي ببقاش عندها نسبة القتل اللي كانت موجودة زمان وكان القتل هدف الطار وخلاص اقتر من كده ما فيش والموضوع ده وقت مع التعديم نظر فاللاقي ما فيش هدف في الافلام ولا في المسلسلات ده شيء هدام يعني هدام للبيوت يعني مسلسلات زمان مسلسموا البعضة مليون رحلة كفاح بيدي لك حاجة كده يعني في فكرة في المسلسل في جهد مبزول في فن انما للأسف مهرجان وجونا ما كانش فيه لا فن ولا خجل يعني عملية استقراض للازياء وكل ممثلة طلعة بتظهر الجزء الجيد اللي عندها ما عارفش يعني احنا وصلنا للحالة السيئة للدرجة دي يعني انها مبقاش عندنا ولا فنانين يبقى العملية كلها كده يعني ريحة في دهية ياريت يبقى فيه متابعة من الأجهاز الرقبية على نوع الفيلم اللي دي مادة دخلالك البيت ودخل العيالك لما تلاقي كل الأفلام في الحقبة الأخيرة بتاعت الشخص المعروف يعني الممثل رقم واحد زي ما بيقول كلها عن البلطجة وعن القتل وعن البرشام ولا عبيت ولا بيتأيد بالبطل لان البطل في الآخر بيفتج مسلسلات الجديدة افلامي جدا ما بيقتلوش اتلاح حرابي وردو يكمل الآخر فيش درس مصطفات فارت يبقى فيه رقابة من الدولة على الفن الهابط يعني ويبقى فيه فن بنام مش فن هالدام شكرا